السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوة اخواتي كتيري يلبس عليكم بخير هاني ينكركم زيانين سمناكم قاعد تكونوا بخير وعلى خير في نما كنتو تمكت شادوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديالي وما جيت ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم بغرير ناجح 100% بالنسبة للأخوات او السيدات اللي ما كينجحش معهم بغرير جربوا هالطريقة هذي واردوا عليها انا متأكدة إلا جربتوا الطريقة كيفما هي نجح معكم من اول تجريبة حتى بالنسبة للأخوات المبتدئات اللي عمرهم حضروا البغرير فندوس معكم مكوينة والطريقة دياله بسم الله على بركة الله في واحد الايناء اخذت هنا واحد الكاس مهم هنا واحد من مقطع بالنسبة للكاس اللي تعبرو به الماء هو اللي تعبرو به جميع المكوينة هو اللي تعبرو به السميدة وتعبرو به البقيق مهم نقولها ونعودها الكاس اللي تعبرو به الماء هو اللي تعبرو به الضقيق والسميدة مهم نفس الكاس وضعت 6 الكؤوس ديال الماء الدافئ من بعده وضعت كاس ديال الدقيق الأبيض وهنا غدي نوضع الجوج كؤوس ديال السميدة ديال الحشاء السميدة الرقيقة ونذكر معكم المقادير نعود كما أريد له تلبية كاس جوج كؤوس ديال السميدة الرقيقة ليسمد الصفرة كذلك كاس ديال الدقيق الابيض او الفرس قد نوضع لهم قبيصة ديال ملحة معلقة ديال سكر سندة بالنسبة الملح والسكر كيبقى على حسب الدوء وضع كذلك معلقة ديال الخاميرات الخبز بالنسبة للخميرة انا غد نوضع معلقة كلها على حسب الجو وره بارد صراحة دليام هذا مهم الخميرة كتبقى على حسب الجو يلك الجو سخون او وضع غنص معلقة كان الجو بارد مهم كما قدت لكم الخميرة كتبقى على حسب الجو صاف هنا ناخد الخلط اليداوي خلط جميع المكوينة مزيان ومن بعد نستعمل الخلط الكهربائي اللي هو المونينيكس اللي متوفر في كل البيت ما بغيتش نستعمل معكم المكسور غادي نستعمل معكم الخلط الكهربائي بعد ما غادي نخلطه مزيان هاد الخالط غادي ندوزه باش غادي نطحنه كيف مشتم معي ره ما كان وضعوش فيه يدي نبصة نهائية فقط بعد الخلط وكيكون واجد وكذلك بدون اختمار ما كان خليوش حتى يعني اختامر كان طيبو مباشر هنا في هذه المرحلة هادي كان وضع جوج اكياس من خاميرات الحلوية حتى كانت حني يعني ما كان وضعوش دابا غادي نوضع نص دي الخالط ننسوما على حسب ما غاديش يزلي يعني ذك الخالط كله وضع نص دي الخالط وكل نص دي الخالط غادي نوضع فيه خميرة دي الحلوية يعني خميرة من وزن دي ثمانية كرام كلها نص دي الخالط غادي نطحن زيان موين غادي نطحن وغادي نطفي الخالط ومبعد غادي نولي نشعله له وحد الموضة دي لربعة دقيق حتى الخمسة دقيق موين كتطحن الخالط دي الخالط دي لكم زيان بعد ما كتجيو الطفي وعليه يعني وكي يكون واجد في الاخير قد وضعو هادي الخاميرة دي الحلويات كما قد لكم من وزن ديال ثمانية كرام غادي نوضع الشاصي هنا وشاصي الاخر اه غادي نوضعو في الكمية اللي تبقات احنا في هذه المرحلة كنكونو يعني الخلط دي لنا خدد نوضعو ذاك الخميرة فقط من فوق كيف ما كتشوفوا معايا صافي هنا غادي نخلط غادي وحد الخلطة خفيفة وغادي نطفع لها من بعد ما خلط خذيت هنا وحد الاناق وغادي نفرق فيه دقيق الخالط من بعد ما تحمسو من بعد غادي نخلط الخالط او غادي نوضع الخالط اللي سبقالي بنفس الطريقة غادي نخلطو وبعد غادي نوضعو يعني على الخالط الاخر وماذا الخالط دي لنا بعد ما خلطنا هنسوا ما كيف ما كتشوفوا معايا نفض المرحلة كنكون وضعت الميقلة ديالي على النار الميقلة ديال بغرير نخلي احتها كتسخون من بعد كنطفيها في نار عفوا في المال اللي كيكون بارد ومن بعد كنولي نردها لنار وكن نوضع فيها الخالط ديالي ديال بغرير بالنسبة للخالط انا صراحة غادي نرده الخلط الكهربائي بش يجيني يعني في في الكوبة ديالو يعني غير كان كوب مباشرة ما كنستعمل لا ملعقة لا والو هنسوا ما كيف ما كتلاحظوا معايا برد الميقلة ديالي بالنار عفوا ما ستديوش على اختكم راني كان منطي لكم بالليل صراحة كنت حدرت هذا البغرير هذا الفطور يعني في الصباح ودبارها العشرة والزيادة ويلا كان منطي معاكم من ديالفيديو ما ستديوش لياي لا مهمي لا غلصوا شي كلمة ولا شي حاجة كما قلت لكم كنسخنوا الميقلة ديالنا وكنطفيوها في الماء اللي قيقوا بارد ومن بعد كنوضعوها على النار وكنكبو فيها الخالط ديالنا ديالبغرير هنا ما غاديش نقطع معاكم هذا المقطع باش شوفوا جميع المراحل يروا باش تعرفوا بغرير ناجح مئة في المئة را كيتجعب هانسوما في الاول كيبتين لك شنيه بس وكيتجعبنا كله كي ماشا الله خفيف بحل الريشة وكيجي مجعب بحل الشردة كيجي صراحة رائع جدا بالنسبة لنار اخواتي تكون نار يعني اللي تكون شوية مرتفعة باش ان ينطفال يقوم في الساع من بعد ما ينطفوا وكتنقصوا النار وكتخليوا هي ياخد لكم يعني تحمر من الجهة تحت ياخد ذهابي صافي وكتحيدوه بنفس الطريقة كتستمرو من بعد ما كتحيدوه كتبردو الميقلة ديالكم في الماء ومن بعد كتوضعوها على النار مباشرة كتوضعو فيها الخالط ديالبغرير انتوما ونخلي معاكم حتى هذي بس تشوفوا يعني بغرير راه ننجح مئة في المئة الطريقة اللي بسيطة بزاف لا في الطريقة ديالا ولا في المقادر ديالا وصراحة بسيط وكيجي رائع كما قد لكم حتى بالنسبة الاخوات المبتدئات اللي عمرهم حضروا البغرير جربو هذي طريقة هذي وردو عليها غاد ينجح معاكم من اول تجريبة يعني اول تجريبة ديالكم انكم تحضروا البغرير غاد ينجح معاكم إذا جربتو هذي البغرير كيف ما هو يعني بالمقدر ديالو بطريقة ديالو كيف ما هو غاد ينجح معاكم ان شاء الله سوف نضيف جميع الجواع ونبقى مستمراء بنفس طريقة حتى نكمل كيميا اللي عندي كلها رمان شاء الله كيجي رائع جدا كما قد لكم ما كنخلي واش يختمر بعد ما كنخلطوه مباشرة كنوضعو المقلد ديالنا على النار تسخون وكنبديو انطيبو يعني ما كنخلي وعليه يختمر على حتى شي حاجة وهذا وشكي اللي يالو النهائي من بعد ما كمث الكيميا اللي عندي كلها شوفوا معاي كيفاش كيجي كيجي خفيف مجعب كيجي صراحة زوين محمر انا كيعجبني يكون محمر بحال هكا مهمتو ما حمرو كيف ما بغيتو كيجي صراحة زوين زوين بساف انتو ما را كله بحال بحال كما كتشوفوا معاي في الصورة فانتمنى انه يجبكم وعد صراحة الصورة را ما عطيهش الحق ديالو كيف مما الواقع صراحة الفيديو ما كيبيينش دك شي كيما في الواقع ديالو هنا انا غادي نوضع له زيت السيتون كي يعجبني الصراحة ناكله بزيت السيتون وبقاملو يعني شي حاجة اللي حلي ومرة بقاملو ومرة بمربا مهم كل مرة وبياش انا انا وضع بلو ااملو من فوق وزيت الزيتون مهم تمنى انه يعجبكم فما تساوش العجبكم بارتاجوه الفيديو مع اخوتكم اصحابكم مع قاعد الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امراني لك تلقوه المرة كتشاهدوه القانو كتشاهدوه الفيديو كنقول لكم محبابيكم في قناتي وقناتيكم معليكم غلتشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش بقوا توصلوا بكل جديد كاللوحو كما سبقوه لكم انا راح احضرتو الفطور مويمة دي الطبيلة ديالي ديال الفطور هذا هو البغرير اللي حضرت معاكم راح كيجي رائع جدا غير جربوها على حسابي وردو عليها في الكومنتر كيجاكم مهم هنا راني احضرت بغرير حتيت معاه المسمن بالنسبة لهذا المسمن هذا راح اضيجا بارتاجو معاكم كان عندي في المجمد فقط حيتو سخنتو وحطيتو زبدة بلدية زيتون زيتون زيتون